في الثاني من مايو غادر قطار الشحن بين الصين وأوروبا الذي كان يحمل منتجات إلكترونية وميكانيكية ومسلزمات يومية غادر من محادة جيانشان متواجها إلى أوروبا يشهد عدد قطارات الشحن بين الصين وأوروبا في وخان ارتفاعا عاما بعد عام من رحلة واحدة كل أسبوع قبل بضع سنوات إلى متوسط رحلة ورحلتين يوميا في أبريل 2016 سيارة وخان أول قطار شحن بين الصين وأوروبا متوجها إلى مدينة ليون الفرنسية ليصبح أول قطار شحن دولي مباشر في الصين إلى فرنسا وفي أكتوبر 2017 أطلقت وخان قطار الشحن بين الصين وأوروبا إلى دورجيس الفرنسية وتوسع نتاق التغتية لقطارات الشحن الدولي لدينا خطان لقطارات بين الصين وأوروبا إلى فرنسا ومنذ عام 2016 قمنا بزيادة القطارات الخاصة لمواقة إلى فرنسا بالإضافة إلى القطارات التبعية للتلبية احتياجات عملاء لفرنسيين والقطارات الخاصة آخذة في ارتفاع حاليا في أكتوبر عام 2023 وصل القطار الخاص بين دورجيس ووخان الذي شحن مسحضرات التجميل الفرنسية إلى وخان بعد 17 يوما إذانا بتحقيق تشغيل ثنائي الاتجاه لقطار وخان دورجيس يصادف هذا العام الذكرى الستدين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وفرنسا لذلك تم إطلاق قطار تذكري خاص من وخان إلى فرنسا واعتبارا من نهاية أبريل الماضي تعملت قطارات الشحن بين الصين وأوروبا في وخان مع أكثر من أربعة ألاف رحلة وشحنت أكثر من 350 ألف حاوية وتجاوزت قيمة السلاع 96 مليار أويان وفتحت 52 خطا للنقل عبر الحدود وشملت 40 دولة و 115 مدينة في أوراسيا